التقى اليوم وزير الداخلية والأمن العام والهجر عبدالكريم أحمداي بخيت بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد إليسيا إلينا وقد تبحث الطرفان حول مختلف المواضي خاصة تنظيم الانتخابات التجريعية التي ستشهدها البلاد خلال العام الحالي 2018 أدم حنفي فطيل يأتي هذا اللقاء الذي جمع ما بين سفيرة الاتحاد الأوروبي بشاد السيدة يونيدي من جهة ووزير الداخلية والأمن العام عبدالكريم أحمداي بخيت من جهة أخرى وذلك بهدف التعرف عن الظروف المدنية والاجتماعية بالبلاد لقاء يتمحور حول عدة نقاط تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسعي إلى رقي الحياة المدنية للشعب الشادي وذلك بتنسيق الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وجاد وخصوصا في مجال كيفية تنظيم الانتخابات لأجل تبطيها ونزاهتها كما أكدت السفيرة يونيدي في حديثها للصحافة اعتبرت قائلة إن هذا اللقاء يعد فريدا من نوعه أنه يتعلق بتنظيم الأمور المدنية وخاصة تنظيم مراعاة الوسائق الشخصية مؤكدة إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وجاد علاقة قديمة وتسعى إلى التعاون المشترك من أجل بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية والمدنية بالبلاد قام اليوم وزير المناجم والتنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص يوسف أبا صلاح قام بإزيارة لمصنع أسمنت سماف الذي تم افتتاحه من قبل رئيس جمهورية مؤخرا ولكنه لم ينتج حتى الآن وذلك لمعرفة أسباب هذا التوقف ستة عشهر بالتمام منذ أن تم تتشين مصنع الأسمنت الذي يعرف بالسماف ومنذ ذلك الوقت لم ينزل إنتاجه في الأسواق بسبب بعض المشاكل التي واجهها المصنع حول ذلك جاءت زيارة وزير المناجم التنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص يوسف أبا صلاح إلى المصنع بغرض الوقوف إلى الحالة التي يواجهها المصنع ووضع حد لها وفور وصوله أقضى الوزير يوسف أبا صلاح اجتماعا مال عاملين في المصنع لمعرفة المؤويقات التي يواجهونها مما أسفر عنها تأخر إنتاج المصنع وبعد طرح كل القضايا الآلقة بالمصنع من قبل العاملين قام الوزير بتفقد جميع وحداد معمل المصنع لمعرفة المواد الأولية التي أبرح يصنع الأسمنت وبعد تفقده لجميع تلك الوحداد طمأن الوزير أبا صلاح جميع العاملين في المصنع بأنه في القريب العاجل سيجدون حل للمشكلة التي تقيق قصير العمل جيت شفتم شنو شغل دا المشاكل أنام شنو كيف نحل أجلة لشان سيماف يقدر يعمل في السوق وده يدور على ترتيب شوية إدارية ما في وزارة عنها بس لكن في وزارة كله في مقارنة مالية في ترانسبور في مشاكل شوية الانتم دا علينا نحل قبل بعد دا إن شاء الله في صبوها ولا في كدر الشهر دا سيما دا ينتز في سوقنا الجميع وبعد هذه التعحدات من المنتظر أن يصل أسمنتي سيماف في جميع الأسواق وبأسعار مناسبة حتى يكون في متناول الجميع قدمت أمس وزيرة البسطة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإعلام مادلين ألينجي بيانا صحفيا تناولت من خلاله الإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد تركها لمشاريع خفض رواتب الموظفين آدم حنفي فاضي إن التسير الجيد للإدارة العامة يمر على النحو التالي ليس فقط من أجل إدارة الموارد فحسب بل لأجل متابعة أفضل للمحافظات وأقسامها بحيث تتماشى مع الإعدادات التي تم الوقوف عليها مطلقا مع الشركاء في التنمية كما أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي اجتاحت العالم أجمع يتطلب منا اتخاذ خيارات محددة للتجارب مع الموضوع بشأن رواتب عمال الدولة كما تعلمون أن مسألة مستوى رواتب الموظفين وزيادتها لم تحل مع الحكومات المتعاقبة بحسب المطالب ولكي نتوصل ونرتقي إلى إدخال موازنات التي تستقر بها رواتب عمال الدولة لا بد من ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسمح لنا بتحديد ميزانية عام 2018 والعمل على تقطية 30 مليار ولا يمكن ذلك إلا بالتطبيق الحرفي للمرسوم رقم 687 وهذا ما يدعو إلى ترجمة تقليص العلاوات لكل الموظفين بنسبة 50% علما أن الرواتب ستظل ثابتة كما هي دون التعرض لها إلا أن هذه العملية تتطلب مراجعة القوائم والتطبيق في شهادات الموظفين والتطبيقات الموظفين تطبيقات الموظفين تطبيقات الموظفين تطبيقات الموظفين تطبيقات الموظفين شكرا